مساء الخير أهلا بكم في حلقة جديدة ونجوم على الهوى النهاردة يوم مميز جدا لأنه أول يوم في رجوع المدارس طبعا كل سنة بيكون رجوع المدارس يوم مميز بس يمكن السنة دي مختلفة شوي ليه؟ علشان طبعا كورونا في أمهات كتير قوي قلقانين من أول يوم المدارس ولسه متلغبطين وفي أمهات كتير خايفين وفي أمهات كتير مرحوش أصلا مودوش ورادهم المدرسة علشان كده نجومنا النهاردة في الحلقة هيكونوا الأمهات والأطفال والمدرسة أول يوم النهاردة شفت ناس كتير قوي صحية الصبح لولاد مستغربين احنا بعد كل الشهور دي رايحين المدرسة أيوة رايحين المدرسة بس طبعا رايحين المدرسة ازاي لابسين كمامة لابسين فاستشيلد والدنيا ملغبطة خالص وكله قلقان ومتوتر الحقيقة النهاردة ان احنا حبينا بما انه أول يوم وشايفين ناس كتير متوترة جايين نتكلم عن شوية نصايح ممكن نقدر نساعد بيها أمهات كتير مش عايزين ننسى ان 50% من الاهتمام هيكون على المدرسة وال50% التانين هيكونوا على البيت ازاي؟ يعني لازم قاعد مع الطفل بتاعي وعرفوا ان السنة دي هتكون غير شوية يعني لو كنا هنقعد جنب أصحابنا قريبين اعتقد ان احنا مش هنقعد قريبين من أصحابنا وطبعا اكيد انا عارفة ووثقة ان المدارس قدت اوامر وتعليمات كتيرة جدا اللي التيتشرز بتاعهم ان هم يخلوا بالهم من نقطة التباعد الاجتماعي اللي المفروض يعملوه بس طبعا عشان دول اطفال هنتطر نقول لهم شوية حاجات تانية غير التباعد الاجتماع والكلام الكبير قوي عليهم ده فممكن اقدر اقول لهم ايه؟ ممكن اقدر اقول لهم ان انا ماينفعش زي مقرب من صحبي قوي او من صحبتي اللي قاعد جنبي ان كمان لو صحبتي او صحبي غصب عنه وعطس في الاكل بتاعي في وقت البريك ان انا للأسف هرمي الاكل ففي الحالة دي هحط اي حاجة سبير في شانطته زي كيك زي مولتو زي اي حاجة الطفل ممكن يقدر يرجع لها لو حصل اي حاجة في اللانش بوكس بتاعته والاكل للأسف يكون باص هقدر اعمل ايه كمان؟ هقدر ان انا حطله في الشانطة بتاعته اي حاجة فيها كحل طبعا احنا عارفين ان كورونا لازم نخسل ايدينا كل شوية بمية وصبون ويكون المية جارية فطبعا المدرسة انا مش هقدر اخرج كل شوية لطفل وقل له لازم كل شوية تخرج تخسر ايدي الجنوية والسابون مش هقدر مستحيل انه يسيب الكلاس كل شوية او الفاصل بتاعه فهقدر اعمل ايه هحطله في الشانطة بتاعته كحل هحطله الوايبس المندين المبللة هحطله اي سوائل فيها كحل وطبعا احنا خلاص بقينا كلنا عارفين النسب علشان كل شوية يقدر يعقم ايده ويتهر ايده طبعا لكن وكل حاجة الطفلة هيكون لابسها عشان الاجراءات الاحترازية اللي بيكون نقدر نحمي بيها تاني حاجة ودي حاجة بجد انا بتمنى من كل ام وكل بيت ان هو يهتم بيها ان لازم بجد الوقت ده هنختبر ضامرنا كلنا ازاي بقى يعني طبعا انا هتابع ابني كل يوم بس لو ظهر في اي يوم على ابني اعراض زي الف الوانزة زي سعال زي كحة اي حاجة او درجة حرارة طبعا هقعد الطفل فورا في البيت ضد طبيعي وهجري طبعا على الدكتور استشيره بس يا ريت ان احنا نبلغ المدرسة يا ريت بجد النقطة دي ما نتهونش فيها واي ام تحس باي اعراض على ابنها ان هو عنده اي اعراض حتى لو كان برد تبلغ المدرسة عشان طبعا اللي يعني مش هنرضيه على نفسنا مش هنقدر نرضيه على كل ولاد الناس اللي معانا اوكي في حاجة كمان عايز اقولها بمناسبة اللانش بوكس اللانش بوكس يا ريت ان احنا السنة دي فيه اولاد كتير طبعا بتحب الحاجات الفرايد والمقلية والحاجات اللحوم المصنعة يا ريت بجد نحاول نقللها الفترة دي لان احنا من وقت كرونة واحنا مهتمين بكل الاكل الصحي اللي فيه فيتامين الخضار الفكهة كل الحاجات اللي بتكون صحية فيا ريت اللانش بوكس بتاع الولاد يبقى كله حاجات صحية علشان نقدر نستفيد باكبر كمية فيتامينات تكون معاهم في المدرسة اوكي كده احنا خلصنا الجزء بتاع المدرسة الولاد بقى راجعين البيت اللي احنا نقدر نعمله في البيت اول حاجة ان لو احنا كنا ممكن نلبسهم يونيفورم او ازاي الخاص بالمدرسة يومين ورا بعض نقم علش هنخليه يوم هو طبعا كمان الوزارة حددت ايام يعني ممكن ما ينزلوش كل ايام الاسبوع فياريت ان يونيفورم اول ما يرجعوا المدرسة هو يكون استخدام يوم واحد فقط وممكن كمان نقدر نعمل باسكت للغسير نحط فيه هدوم الولاد بتاعت المدرسة دي لوحدها علشان برضه تتغسل لوحدها اوكي نقدر نعمل ايه كمان ممكن يجي الشنطة بتاعت المدرسة والادوات بتاعت المدرسة ايا كانت هي ايه الكتب المقلمة اي حاجة في شنطة المدرسة ان احنا نقدر نعقمها كل يوم هنعقم ادوات المدرسة وحاجات المدرسة شنطة المدرسة عموما كل يوم ايه تاني ممكن نقدر نعمله مع الولاد في البيت المشروبات الدافية انا عارفة طبعا ان احنا في فترة لسه الصف مخلص وعارفة ان احنا كنا مهتمين اوي بس فترة الشتاء بالمشروبات الدافية بس احنا ياريت نرجعها تاني خصوصا فترة المدرسة يعني ممكن اول ما يصحوا من النوم نشربهم حاجة دافية حتى لو كان لبن دافي زي ما بينصح كل الدكاترة او ينسون وياريت كمان قبل ما يناموا ممكن نشربهم اي مشروب دافي علشان انتوا عارفين استوالد دافية هي زيها زي الفيتامين اوكي في كمان حاجة عايز اقولها ان احنا ياريت بجد اللي اهمى للفترة اللي فاتت في كل الاجراءات الاحترازية اللي كان بيعملها مع ولاده ياريت بجد ترجع تاني ويريت نهتم بيهم من ناحية الفيتامين ياريت ياخدوا فيتامين كويس جدا الاكل يكون صحي في البيت وفي المدرسة ونهتم كمان بلبسهم وبتاقيم كل الادوات اللي هيروحوا معايا اهم حاجة في الدنيا هي التاقيم وطبعا ياخدوا كل الفيتامينات بتاعتهم وان احنا نقدر نحافظ على قد ما نقدر بصحتهم وان هما يكونوا كويسين وطبعا ياريت محدش يهمل في الكمامة انا عارفة ان في اطفال كتير الكمامة بتدايقهم او بتخلي عندهم شوية في نفسهم بيكون متدايق زي انا طبيعي احنا برضو اكيد لما بنلبسها فترة طويلة بنكون متدايقين منها بس طبعا بما انهم هما هيعودوا ساعات كتيرة في المدرسة ياريت ممكن نرقي كمامة ليهم تكون مناسبة ما تدايقهمش ما تبقاش ضيقة عليهم ما تحسسهمش ان هما عايزين يقلعوها على طول احنا كلنا عارفين ان الاطفال مهما كانت السنة الدراسية بتاعتهم هما في الاخر اطفال في مدرسة فمش عايزين نكون بنديهم مثلا كمامة ضيقة عليهم او مش مناسبة ونيجي في الاخر نزعق لهم ان هما بيقلعوها فممكن ان احنا نقي كمامة تكون مريحة يقدروا ان هما يلبسوها اطول وقت ممكن وطبعا اكيد زي ما احنا بالناشد الامهات انها يتاخد بالها الفترة دي كمان هناشد المدرسين احنا ولادنا هيكونوا امانة في ايديكم في الكم ساعة البرة معاكم فيها يعني انتو اللي هتكونوا معاهم ياريت بجد تكونوا انتو مكاننا وعنينا في المكان ده وانا واثقة ان انتو كلكم لان انتو كلكم مدرسين اكيد ابهات او امهات فارجوكم احنا ولادنا هيكونوا في ايديكم في الفترة دي كلها وفي الساعات دي كلها وأنا واثقة من كل إدارات المدرسة أن هي هتاخد بالها جدا وفي مدارس بالفعل نزلت على صفحاتها التعليمات والإرشادات وحتى كمان منزلين سوا لتعقيم المدارس كلنا بس هحتاجوا أن احنا لما ابننا يرجع كمان نعقم الأولاد كويس جدا أدواتهم كويس جدا الأكل يكون صحي كويس نحط في الشنطة معاهم الجل والكحول والمنادير المبللة أي حاجة أن احنا نقدر أنهم كل شوية عقموا قضيهم لو كان بقى في البريك أو في الفصحة بتاعتهم حسب كل إدارة مدرسة دي مش هنقدر أن احنا نحكمها لأن احنا مش هنعرف كل إدارة مدرسة عاملة إيه أو إيه الإجراءات في وقت البريك بس يمكن هو وقت البريك الوحيد للولاد بيتقابلوا فيه كلهم هننبه على الطفل أنه هو إلعب أوكي أنا مش بمنعك أن أنت تلعب بس يعني بلاش الألعاب اللي بيكون الأطفال كلهم وقفين جميع بعض قوي علشان بس النفس وطبعا حتى في البريك لازم ننبه عليهم إحنا والمدرسين والمشرفين والمشرفات أنه هما دايما يكونوا لابسين الكمامة أو أي واقع على وشهم وطبعا معاهم كمان في البريك أو في الفصحة وده بيكونوا نزدين بالشنطة أو الهاند باج اللي بتكون معاهم ياريت كمان نحط لهم جل أوكي ومش عايزين ننسى أي أكل احتياطي يكون في الشنطة موجود علشان لو الأكل اللي معاه لتقدر الله زميله مثلا لمسوا أو عطس عليه هم كلهم ولادنا طبعا بس الحاجات دي وارد جدا تحصل لنا كلنا وتحصل لأي أولاد النهاردة إن شاء الله اليوم هيعدي على خير وأنا واسقة المدارس أعتقد لحد يوم الثلاث المراحل العمرية هتبدأ تدخل عايزين نهتم جدا ونتبع أولادنا كل يوم لو ظهر عليهم أي أعرض لتقدر الله بسرعة هنروح للدكتور وزي ما هنروح للدكتور هنبلغ المدرسة علشان بس ناخد بالنا كويس وحرام لو في حد لتقدر الله ما ينشرش المرض في بقى حاجة تانية عايزة أقولها هي إحنا طبعا عارفين أن الكورونا بتيجي لكبار السن أكتر أو بيكونوا هم أكتر عرضة للعدوى أوكي فمش عارف أقول يعني مش عارف أقول طيب إحنا نبعد الأطفال عن أهلينا كبار السن فترة دي أو لا بس يمكن علشان الفترة اللي فاتت كلها الأطفال ما كانوش بينزلوا ولا تمرين ولا مدارس فالفترة دي الأطفال هتبدأ تنزل وتحتكب بمدرسين وهتحتكب مدرسة وتحتكب أطفال فيريت أن احنا نقلل شوية بس التعامل قريب قوي من الجد والجدة أو لو عندنا أي حد في العائلة كبير في السن وطبعا هنرجع تاني نفس الإجراءات وبلاش يعود جنب جده أو جدته قريب قوي منها لأن هو ده الأول كان في البيت في عزل صحي دلوقتي خلاص هيبدأ ينزل إن شاء الله أنا واثقة أن السنة دي هي صعبة شوية في المدارس بس أنا واثقة أن هي هتعدي لأن بجد الوزارة عاملة حاجات كتير ومشددة وفي إجراءات كتير وأنا واثقة أن كل مدرسة عاملة إجراءات احترازية كويسة جدا معلش هنستحمل بس السنة دي تعدي ومش عايزين دايما نفضل نتكلم بقى قدام الأطفال يعني طبعا خد بالك بس مش عايزين دايما نفضل نتكلم إن احنا قلقانين عليهم أو مش عايزين خفنا اللي جوانا يبدأ يظهر لهم علشان إحنا عايزين يحبوا الدراسة ويرجعوا تاني في نشاط والسنة إن شاء الله تعدي وينجحوا ويتبقى سنة حلوة إن شاء الله إن شاء الله إحنا ندعي إن السنة دي تكون آخر سنة هيحصل فيها كده وكورونا بقى تسيبنا ويرجع العالم كله في أمان والأولاد تروح مدرسها وكل حاجة تكون حلوة يارب نكون قدرت أفتكم بشوية معلومات حضرناها هستنيكم الحلقة الجاية وحلقة تانية جديدة مميزة وياريت النهاردة يوم يكون حلو ويعدي علينا كلنا وعلى كل الولاد إن شاء الله سنة حلوة عليكم يارب هشوفكم في حلقة جديدة ونجوم على الهوى هستنيكم